قال علي بن المديني طبعا انت اذا قلت علي بن المديني الان سوف تتكلم عن امام العلل في الحديث امام عظيم شيخ الامام البخاري وصفه دقيق جدا وحقيقة مشايخي كثر ولكن الذي كان عنده دقة في وصف طلبة العلم والمخالفين هو شيخنا علي الحلبي كان عنده دقة كل مشايخي دقيقين ما اختلفناش لكن دقة زايد مين علي الحلبي معطيك الشخص حتى عندما وصفني كان دقيقا فبر من المرات عندما كنا نتناقش في موضوع الدعوة الى الله وبعض الدروس وقال والله ما احد عاجبك من اللي انت بدك تشترل معهم قلت له لا والله ما انا واحد وصف وصف دقيق ولا احد عاجبك قلت له اه بش عاجبني بش عاجبني انا اعتزل انا بشترل في المساجد حتى عندما وصفني كان ايش دقيقا رحمه الله فهاي ابن المديني انت لا تصف نفسك او اتوصف نفس اياك ان تصف نفسك لو اردنا ان نصف انفسنا انا واحد اتنين تلاتة لا الصواب ان يصفك منصف اهل العلم وطلاب العلم واهل المرؤة لا يشترد تكون علماها اهل المرؤة لا تحكم على نفسك وانا اذا كنت ممن تصف نفسك ففيك تشبه بمن؟ 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 من الذي دائما يمدح نفسه؟ النساء هن هذون اللي ما بيقبل النقد بالمرة وكما ذكرت لكم عن شيخي واسلاذي علي الحلبي فعندما كنت اتيه عند الظهر قال اليوم ياسوف يا انجرت المجلة الفلانية خلص من الكتب الشيخ انتقل الى المجلات المجلات هو علم وفقه العلماء في العشرينات في العشرينات ما كان فيه كتب كان في ايه مجلات يعني مجلة التمدن اللي كان الشيخ الالباني يكتب فيها مجلة الرسالة بتاعت الادب المقططة كل الكتب هاي كتب مجلات حتى الهدي النبوي الفتح المجلات عشرات المجلات حتى المجامع الفقهي المجامع اللغوية مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق مجلة مجمع اللغة العربية في العراق المورد مجلات شو بدأ اذكر لك مجلات يعني اذا ما فيه فوق المتين مجلي كان فالشيخ حالي بعد ما ربنا اكرمه وتضلع في العلم فصار يقرأ كتب وكلام العلماء وين في العشرينات هاي الفترة لانه ما فيها كتب فيها مجلات فكان يقول لي اليوم انت مجلة التوحيد اللي هي اشهر مجلة على وجه الارض لغاية الان مش قارئ فيها ولن تعرفها وما زالت تصدر لغاية الان الى فوق الخمسين سنة بتصدر وما زالت لغاية الان مجلة انصار السنة في مصر تصدر ويكتف فيها العلماء طبعا كان يكتف فيها العلماء السابقين بن باز وفلان وعلان والشيخ الالباني وجدت لهم بعض الاشياء عندما نزل الى مصر ودعايات لبعض جميلة جدا المجلات على كل حال رجعنا انه شيخنا علي الحلبي كان دائما يزداد في العلم دائما يزداد دائما يقرأ مش حظرتك قرأت لك عشرين خمسين كتاب وقلت ايش؟ انت الخمسين اذا ما وصلت هنا اش نفترض منك ايش؟ وصلت هنا ما بكفيه ننظل نقرأ اثناني لا يشبعاني ابدا او من هومان لا يشبعاني ابدا من بينهم طالب علم فاذا الزهر عنده الفين حديث شوف على ديرتك بدك تخلصهم رحمة الله عنه